يعني هي طبيعة الدنيا وطبيعة المكان اللي احنا العايشين بأنه من المفترض في الدول الديمقراطية كل شي لازم يصير نزيه وشفاف والكل يقدر ينتقد ويعبر عن رأيه بس بالعراق الموضوع مختلف مشوية لا كلش هوية او ليش يعني هو مختلف انتخابات رح احشي لكم فسال فاللي صارت وقلكم انه حرية التعبير شنو بيا مختلف بالعراق انتخابات اتحاد الودباء حالا حال اي عملية انتخابية تحصل بالعراق لكن اللي صار بهذه الانتخابات هو شيء غريب جدا خلونا نشوف الفيديو الآن من امام قاعدة اتخابات اتحاد الودباء والحاشية مالة الانتحاد يمنعون دخولي مثل ما دعشوفه يردون يمنعون دخولي وهذا الموظف يحاول يمنع دخولي الآن وهذه الانتخابات والمدعوة السافرة ناجي مدري من انجابيها يقول يطلع من القاعدة وهنا عدد التعاد الودباء غريبة والله طبعا موضوع واضح هو ان اللجنة المشرفة على الانتخابات منعت او منعت هذا الشخص اللي هو اساسا عضو بالاتحاد عضو انت ما يدخلك للمكان او ما يدخلك للاتحاد يعني منعه من المشاركة وحتى من الدخول في العملية الانتخابية بس لانه ابدا رأيه وانتقد واعترض على بعض النقاط لذلك تم منعه من المشاركة ما نعرف باقي التفاصيل لكن كان هذا الخبر كثير منتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وننتظرت او انه الاتحاد يقول لنا شنو اللي يصير بالمضبوط هذا اللي صار والاتحاد كثير نازل تتكلم عنه انه ليش يتشري التوضيح المهم عندنا تعليقات لهذا الموضوع لان ننتقل لخبر آخر يا الله خلنشوف تعليقات فكانت تولى تعليقات كيد في الفيسبوك هذه مهزلة معقولة هذا حال اتحاد الأدباء والله ما ندر يا عيني اذا معقولة او ما معقولة شوف تعليق تاني اين التنظيم في هذه الانتخابات كيف تقبل او تقبل الاديب هذا التهديد ورفع الاصوات عليه يا رب هذا مخجل جدا جدا والله يا عيني بس شنقول شنحشي المن نشتكي شوف تعليق آخر المفروض الأدباء كلهم يطلعون ويقاطعون الانتخابات يعني بما صح بالضبط هذا المفترض يصير مقاطعا للانتخابات بما انه هو عضو من الأعضاء للانتخابات او عضو اعضاء الاتحاد ما موجود او ما داخل لا هنا كنا ما رح ندخل وكنا مريت الانتخابات اشتركوا في القناة